موسيقى بيكونوا تحت المجهر لأنهم بيتحدثوا عن حقوق للعاملين وأيضا تسهيل لعملية وصولهم للإدارة فبكل تأكيد مشكورة جهودكم دوما يلي عم تبذلوها في هذا المجال شكرا لكم على وجهتكم معنا خلينا نبدأ معك دكتور باسل كان هناك أنباء في الأيام الماضية عن إضراب شامل في الجامعة اليوم الثلاثاء وصفحات مواقع تواصل الاجتماعي تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع لكن خلينا في البداية قبل ما نتحدث عن الاتفاق نتحدث عن شو كان سبب الإضراب ليش كان رح يكون فيه إضراب في الجامعة يوم الثلاثاء طبعا بداية أني سعد صباحكم سعد صباح جامعة النجاح الوطنية منارة العلم طبعا بداية كان في هناك عدة مطالب من قبل الاتحاد موجهة لرؤسة الجامعات بما معناه مجلس التعليم العالي وهو وزير التعليم العالي من أهم هذه المطالب وهي مطلب المحافظة على مكافأة نهاية الخدمة للقدامة والجدد في الجامعات الفلسطينية إضافة لذلك مستحقات الجامعات من وزارة المالية إضافة فيه هناك كانت مطالبة برفع سن التقاعد في الجامعات لسبعين وهناك العديد من المطالب لكن المطلب الأساسي كان هو مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الجامعات الفلسطينية لأنك يعني زي ما بتعرفي أن الموظف بينهم على 65 بده يعني إشي يضمن حياة كريمة للموظف فيما بعد وبالأخص أن الجزء من الموظفين في الجامعات الفلسطينية نضموا 15 سنة النسبة اللي بحصل عليها كتقاعد نسبة مش عالي فبده تقاعد مع نهاية خدمة يعني ينسجم مع الدكتور في الجامعة وموظف في الجامعة إليه حقيقة إياه كريمة في النهاية كان فيه هناك حوار فيما بين رؤساء الجامعات والاتحاد هذا الحوار مش من يوم أو يومين أو أسبوع لا من عدة أسابيع تم توجيه كتب طبعا إحنا كاتحاد نقابات ونقابة العاملين في جامعة النجاح الوطني مش هدف لأن الإضراب لا أو غاية لأن لا إحنا مننا وسيلة نحقق راضي من يجاله لأن إحنا منعرف قبل ما نضرب بأي جامعة وخصوصا جامعة النجاح الوطنية مننظر إلى نابلس مننظر إلى شفير التاكسي مننظر إلى السوبر ماركت وتعطيل الحياة طبعا وتعطيل الحياة في هناك مصلحة أولية وهي مصلحة جامعة النجاح الوطنية جامعة الوطن كله جامعة الحصار والانتصار نحاول أن نظلنا نحافظ عليها يعني وصلنا لطريق مزدودي كان فيه يوم إضراب وحاولنا أنه كان يوم كامل ثلاثة النمار الأربعة والخميس لكن لا فيه أقلاء في الاتحاد من خلال الحوار تم التفاهم على أن يكون من الساعة 12 وإطلاق وصلنا لمرحل لأنه كان فيه إضراب يوم الثلاثة يوم الثلاثة كان فيه حوار فيما بين إضراب جامعة النجاح الوطنية ونقابة العاملين مع زملائي وأنا بشكرهم على وقفتهم بحدي في النقاش مع إدارة جامعة النجاح الوطنية لكن للأسف الشديد وصلنا لطريق مزدودة أن جامعة النجاح الوطنية وهنا شيء طبيعي طبعا أنه أصدرت بيان دوام إحنا كنا مضطرين كإدارة كنقابة عاملين أنه أصدرنا بيان أنه فيه هناك إضراب ونستمر في الإضراب لكن في النهاية كان فيه هناك في وقت متأخر تفاهم أو نقاط معينة بالضبط فإحنا حابين معك دكتور جمال نعرف طبيعة الحوار اللي دار بين النقابة وبين إدارة الجامعة على هاي المطالب اللي ذكرها دكتور باسل يعني إحنا أعروف عمل النقابات يعني نقابات والحوارات في العمل النقاب بدها نفس طويل بابنتي بساعة أو بساعتين مطالب العاملين حقوق العاملين مصلحة الجامعة إحنا ما نوفق نعمل استقرار في مجتمع كامل يعني إذا المجتمع كان مرتاح والعاملين مرتاحين والجامعة برضو إحنا معنيين باستقرار الجامعة بنفس الوقت في عنا حقوق للعاملين هذه الحقوق للعاملين إحنا من ندافع عنها كموجودين كأعضاء نقابي منتخبنا من قبل النقابي من قبل لهيئة العاملة النقابي إحنا واجبنا ندافع عن حقوق العاملين وإحنا خلال دورتنا بهذه النقابي حققنا كثير من المطالب للعاملين لكن ظهر عنا على السطح إشي جديد اللي هم العاملين والجدد الموظفين والجدد في الجامعة هل هذه فكرة تبناتها تبناها مجلس التعليم العالي لكن أنا بحكيها وللأسف بلشنا بتطبيقها قبل بتقبل ما إنه تقر يعني إحنا كجامعة خاصة بلش تطبيقها قبل ما يقر لسه هي فكرة في التعليم العالي ما أكرت هي فكرة طرحت لكن شو طبيعت هاي الفكرة؟ إنه الموظفين والجدد هدول ما بدأت تشملهم نهاية خدمة بس لهم عملية التقاعد هل هذه هي فكرة بل ورط في مجلس التعليم لكن بس إحنا زي ما حكى الدكتور باسل بجوز إنه عندنا مدراء الماليين عندهم نظر معين استعجلوا بهذا الموضوع طبقت الأمور قبل إنهمات يتخذ قرار فيها عام بين كل الجامعات فكانت هي الموضوع الأساسي وإحنا محفاظا عن مصلحة الجامعة تمشينا مع دارة جامعتنا ومشينا الدوام ولغم إحنا جزء كبير من الاتحاد وأهم عضو بالاتحاد لكن إحنا نظرنا لمصلحة الجامعة نظرنا لمصلحة الطلبي المجتمع المحلي في مدينة نابلس وفي كل فلسطين فإحنا يعني بجوز بادرنا ومن الجامعات الأولى اللي بادرت وحلت الإضراب حفاظا عن المصلح العامي لكن هاي الفكرة هي أصلا لسه ما أخذت حيز التنفيذ ولسه في مفاوضات فيها بمجلس التعليم الآن لكن إحنا أول ما بادر في تطبيق هاي المعادلة إحنا ولهذا السبب ورغم ذلك يعني إحنا تمشينا مع الإدارة وتمشينا مع حقوق مع الطلبي ومع المجتمع إحنا من المصلحة عامي لحين ما يتم حلها بشكل جذري تمام إذن على ماذا يتم التفاوض حاليا في هذا الموضوع دكتور باسل بس يعني بدي أنا أحب نوهنا نقطة مهمية جدا ولموظفين في جامعة النجاح الوطنية أكيد نحن أمنا على أماني وهذه الأماني لا يمكن أنا ولا أعضاء النقاب إن نقونا في حالة وصلنا لا ورحل من المراحل نفش عنه الكرة الاستمرارية نرفع عدينا ونقول هذه هي يا عم فأحب أنا من خلال فضائيتكم الكريمة أني أنا أقرأ الاتفاقي المبرمي فيما بيننا وفيما بين إدارة جامعة النجاح الوطنية تفضل يلتزم الفريق الأول جامعة النجاح الوطنية بجميع الاتفاقيات المبرمي فيما بين مجلس التعليم العالي بين كوسين واتحاد النقابات وبالأخص اتفاقية 2008 وجميع الاتفاقيات المبرمي بين الطرفين بأن تكفل مكافأة نهاية الخدمة والحقوق المكتسبة وعدم المساس بها فبأكد أنا لموظفيننا في جامعة النجاح الوطنية أن طونا أماني وهذه الأماني منحافظ عليها وأننا نستمر نحافظ عليها بس نقطة مهمة جدا وتم التأكيد على مكافأة نهاية الخدمة في اتفاقية التقاعد المادة 8 أنه من المتفق عليه بموجب هذه الاتفاقية والقوانين السارية أن مكافأة نهاية الخدمة للفريق الثاني الموظف هي حقه من حقوقه ولا يمكن التنازل عنها سواء أنضم للتقاعد لم ينضم للتقاعد فحقه مصان لنوهنا نقطة مهمة جدا وأساسية أنه تم الحوار مبارح كان في لقاء فيما بين اتحاد النقابات وجامعة النجاح الوطنية بما أنها المؤسسة لاتحاد النقابات كانت موجودة وكانت اتفاقيتنا هي أساس أنه محافظة على مكافأة نهاية الخدمة لكن الاتحاد كمان حذى حذونا ولمصلحة العامة ومصلحة الوطن تم تعليق الإضراب تبنى رئيس جامعة الكتس على أن يكون هناك حوار فيما بين اتحاد النقابات ومجلس التعليم العالي حوار تجميد الفعاليات إذا لم يكن هناك نتيجة يوم الثلاثة سيكون يوم الأربعة هناك اعتصام أزاء أمام مجلس التعليم العالي ووزارة العمل وأنا أتمنى من خلال فضائيتكم وزير التعليم العالي تحمل المسؤولية كرأس الأرغي الهرم بالنسبة لمجلس التعليم العالي بالتالي اليوم نحن نشوف مجلس التعليم العالي نشوف الوزارة ومنشوف اتحاد الجامعات الفلسطينية عم بيطالب بحقوق جوهرية كفلها القانون مثل ما ذكر الدكتور باسل إذن اليوم المشكلة الجوهرية وين؟ طالما في قانون عم يكفل وطالما في جامعة عم بتوقع مذكرة لأنها هي تضمن الالتزام بهذه النصوص القانونية إذن وين جوهر المشكلة دكتور جمال؟ أنا بحكي لك جوهر المشكلة كان هو بالموظفين الجرد اللي بيتم تعيينهم يبلش يتعين بالجامعة هلا هذول فيه نظرة وقلت لك يا هالفكرة إنه هذول بدوش يكون لهم نهاية خدمة أسوى بزملاءهم الموجودين بالجامعة وإحنا هنا عم نحكي عن تعيينه ولا عن موظفي عقود؟ لا الموظفين اللي بدو تصير تعيينهم يتعينوا رسمي بالجامعة بس بدوش يكونوا يشملوا نهاية الخدمة هنا إحنا كان الدفاع بهذا الموضوع ولحد الآن الاتحاد وإحنا من ضمن الاتحاد متمسكين بهذا الموضوع حقوق العاملين الكدامى ولا عليها أي مساس وعندنا تعهد من إدارة الجامعة وعندنا تعهد من كل الجهات إنه حقوق العاملين الكدامى اللي معينين قبل واحد عشرة ما عندهم أي مساس بحقوقهم لكن هلا إحنا بنناضل من شان زملاء نبدو أن يجوا جديد وزي ما حكيت لك هي فكرة ولسه ما صارت بحيث تنفيذ بس إحنا هون إحنا بجوز من الجامعات الرائلة اللي بلشت تطبقها وتوقع العاملين إنه ما إلك نهاية خدمة هاي المشكلة اللي إحنا ناضلنا من شانها ولسه بنناضل من شانها يعني مش رح نترك هذا الموضوع هلا هي فكرة هلا حلوها مجلس إدارة الجامعات مجلس التعليم العالي ومجلس التعليم العالي نحلت إن شاء الله إنهت الحل من هون ليوم الثلاثة هو كان الأسبوع الجاي إضراب يومين هلا بمانع المبادرة زمينا الدكتور باسل رئيس جامعة الكدس هو أخذ مبادرة إنه يشكله لجني وإن شاء الله إنهت الحل لأنه لسه الإضراب قائم يعني إحنا بجوز كسرنا الإضراب أول ناس وإحنا وبيرزيت وعملنا اتفاقيات مع جامعاتنا بس لسه في جامعات الثانية لسه ما نكسر الإضراب فكان الأسبوع الجاي فمبادرة مرأي جامعة الكدس قال إنه إحنا بلك حلين هاي الفكرة ونترجع الأمور زي ما كانت بالتالي هون دكتور بحب تعليق شي أحب تعليق عن أكتر مهمة جدا فدكتور يعني صراحة أردت فكرة الزملاء الكدوم في مدلس التعليم العالي طبعا أنا بأكد عن أكتر مهمة جدا ليست من قبل جامعة النجاح الوطني وهي بأكد عليها ترحت هذه الفكرة على طاولة المفاوضات هذا التخوف إنها تمشي الطلبة المتأسف الموظفين الجدد بل شو فكرة تمشي على الموظفين الكدامة طبعا فأنا بتمنى وهذا الموضوع هاي الدكتور جمال قاعد معي بتمنى وعرضاته كان في هناك مشادات فيما بيننا لأنه تم الإساءة لبعض مدراء الماليين بوجههم رسالة أنت في النتيجة عضو هيئة تدريسية أنت موظف ففي حالة دراسة أي شيء أخذ معيني لإعتبار مصلحة الجامعة مصلحة الموظف أنا كمان كنقابة عاملين لما انحلت مع إدارة جامعة أن الجناح طلعت لمصلحة الجامعة لمصلحة الطالب لمصلحة المجتمع لمصلحة الوطن فأتمنى من بعض رؤساء الجامعة اللي طرح هذا الموضوع ألا يطرح لأنه هذا اللي نقاش فيه النقطة المهمة جدا كمان في حالة مناقشة أي موضوع من قبل المدراء الماليين طلعوا مصلحة الجامعة بما أنهم مدارك كل احترام وكل تغرير ولكن هناك يوجد مصلحة موظف في عنده أبناء يجب المحافظة على هذا الموظف لأنه زي ما تفضل زميلي وبتنع كلامه إذا الموظف أرتاح في العمل في أي مؤسسة في هناك إبداء في هناك إنتاج طبعا يعني نفس الواحد كان بيطمح أنه اليوم موظفين العقود يكون لهم امتيازات ويكون لهم حقوق فإذا إحنا صنعنا ننظر أن موظفي التعيين أصبح اليوم في بعض الامتيازات بدها تروح منهم فهيك إحنا منصف في أدين عم منشجع الناس أنها تطفص وتخرج هاي الفكرة اللي إحنا نوهنا إنها مع عدارة الجامعة إنه الكفاءات رح تروح لجامعات أخرى ويمكن بره البلد لا حتى لا بنا نكون على مستوى المجتمع المحلي الكفاءات الكويسة طالما بدوا يكون عندها وجامعات بتقول ما عندي هذا النظام يعني مثل الجامعة الأمريكية بتقولك أنا ما عندي هالنظام أنا النظام الجديد زي القريم هلا الكفاءات من أفضل إلي أنا وروح لدي نهاية خدمة تقاعد ولا نهاية تقاعد لوحده فإذا الكفاءات الكويسة بلها تخرج من الجامعات اللي بلها تطبق هذا النظام طبعا وهذه مشكلة بها تكون يمكن إحنا اليوم كمان منسعى لأنه تكون بيئة العمل أكتر مرونة في الحالات المختلفة للشغل يمكن اليوم مثلا طبيعة عمل المدرس تختلف عن طبيعة عمل الإداري في الجامعة فبتخيل أنه اليوم في تفاصيل كتيرة عم تدخل في بيئة العمل واليوم كمان في توجه عالمي لإرضاء الموظف وتعزيز انتماؤه فإحنا اليوم عم منطالب في شيء العالم سابقنا فيه أصوات كثيرة واليوم كمان قانون العمل العالمي الموجود في المجتمعات الدولية عم بيوفر حقوق أكتر للعاملين فاليوم لذا نطلع على سلك التعليم ومجال التعليم هذا تعطي نسبة من الحقوق التي تتمنى توفيرها لأنه فيش نتنظر بسي يعني في عنا فيش دعم للجامعات الفلسطينية من ناحية دعم حكوم في عنا الجامعات بلجت تتوجه ل اتجاء يعني يعني بضعف التعليم عندنا في فلسطين بديش أحكي كلام ثاني من خلال مثلا دم الشرف على الأقصات ببلشوا زيدوا بعدد الطلبة بالشعب فهذا يعني بيأثر على إيش على المخرجات العلمية في الجامعات يعني بلشت جامعات كل الجامعات بلش على حلول بديلة ما هو الحل البديل مثلا كله قبول طلبة إضافيين في الجامعات يعني عالم المستوى اللي بتتحمله أو بتستبعوا بالجامعات هذا يعني هذا نجد نكون بسيء للتعليم لكن يضعفه بضعف التعليم طبعا في الجامعات الفلسطينية فلازم ننظر لها من جميع الجوانب مش بس نتطلع منها من ناحية مالية لا وزي ما تفضل زميلي أنا إذا إذا بتتبلش تهرب الكفاءات مش بلون ما تهرب خارجيا تهرب داخليا في فلسطين إحنا من نتمسأ بكفاءاتنا إحنا كأكاديميين وكإداريين كموظفين في الجامعات الفلسطينية إحنا من نتمسكين في هذا الوطن في هاي الأرض مش طالعين في عنا أوروضات خارجية بس إحنا لا في عنا وطن هو فلسطين من نظرنا قاعدين فيه بس إحنا نتعاون مع بعض يعني نتعاون مع بعض زي ما يعني حكينا قبل بشوية أنه هذا الموظف تؤذفر له حياة كريمة إله ولى أولاده والأمان يعني استقرار المجتمع ليش إحنا نتوجهنا للتقاعد كنقابي وناظرنا من شانو مع إدارة الجامعة وشنتين وإحنا نفاوض إحنا من نعمل استقرار هذا أمان للمجتمع كله مش بس إنه لمجتمع جامعة النجاح يعني واحد بعد ما يتقاعد من الجامعة يخصد يكون يجيرات وهذا استقرار لمجتمع طبعا استقرار لمجتمع كامل بتخيل إنتي قديش موظفين في الجامعات ويكون استقرار للمجتمع كامل بهذه الطريقة فمهم كثير هاي الأمور إحنا ما من مصلحة الموظف ضد مصلحة الجامعة بس بيكون في عنا توازن بين الجهتين مش ننظر لمصلحة يعني الجامعة مثلا الإدارة بجوز تنظر مصلحة إحنا منظر مصلحة عام بس بنفس الوقت ننظر للجهتين للجامعة ولموظف يكون راضي والجامعة تكون برضو ماشي أمورها ويظلها سايري أمورها بشكل كويس شو فيه شي بتطمحوا إنه تحققوا بالفترة القريبة بالفترة القريبة يعني أنا بطمح أنا بتأمل يعني على يعني مقارن مع الجامعات إذا أنا من جميع الحكوم مقارن مع الجامعات الثاني إحنا في عنا يعني أغلبية مطالبنا نوعا عننا مالية وهي الأمور موجودة أنا كنقابة عاملين بتأمل إن كل جامعة يعني الجامعة أو لنقابة العاملين هناك نادي مختص لجامعة النجاح الوطنية إنه يكون الموظف بعد خروجه من جامعة النجاح الوطنية إليه شيء يرفع عن نفسه بتمنى إنه كل الجامعات قبل ما تغير أي نظام في الجامعة إنها تتطلع على القوانين يعني فيه قانون موجود متفق عليه كبر تغيير أو عمل أي شيء آخر النظر إلى القوانين لأنه في النتيجة النهائية إذا لجأنا للقضاء كمؤسسات في الفطن في الوطن متأسف بتعمل شيء مخالف للقانون فهذا مشكلة يعني فبتمنى كبر عمل أي شيء نظر إلى القوانين المتفق عليها وأنا كمان بتمنى أنه تكون جامعة النجاح الوطنية سباقة وريادية في تطبيق القوانين العادلة لموظفيها لحتى اليوم نضمن نجاح واستمرار التمييز لجامعة النجاح الوطنية بالكادر اليوم يحاول كل يوم يضيف إنجاز جديد على أجندة جامعة النجاح وأكيد شكر موصول لكم على الجهود التي تبدلوها بهذا المجال شكرا لك دكتور باس المنصور الواجب عليك شكرا لك دكتور جمال وبتناك نهار سعيد شكرا لكم